ما دري إذا قلت لكم هالسلفة هذه من قبل ولا لا بس مر من المرات لما كنت مسافر مع سامسونج حق مؤتمر الجالاكسي نوت 5 شفت السي او مالهم بذاك الوقت أو مديرهم بتنفيذي بذاك الوقت وحبيت أتشكر منه أنه اوه ما زولي دعوة وسفروني عشان أحضر المؤتمر فسألني قال إنت من وين؟ قلت لها أنا والله من الكويت فقالي أوه تو فار يعني وائد بعيد قلت لها والله أنت أبعد أنت يا من كوريا يعني طبيعي كان يقول لي تدري ليش أنت موجودة هنا قلت لها عشان أغطي المؤتمر شقول لا 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 أنت موجودة هنا لأن حتى لو الكويت كلها كلها كل الناس اللي موجودة بالكويت أربع ملايين نسمة يحولون اليوم من سامسونج إلى آيفون وكل الناس اللي بالكويت تستعمل آيفون ما يأثر مبيعاتنا يمكن حتى 0.0001 بالمئة بس احنا مهتمين بهذا المكان كلام؟ عشان شذية احنا قلنا لك تعال كلام كبير يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بوعيكي واحد من الأسباب لدخلينا أحب شركة سامسونج مو لأنها تسوي منتجات قوية مو لأنها تتيب تجربة مستخدم بالنسبة لي صارتها الحين المفضلة لا 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 مو لأن هذه الأمور كلها تتيب لنا يا شركة سامسونج أحبانا شركة سامسونج لأنها مهمشت تقنيين العرب شركة سامسونج هي أول شركة تعاملت معي من ناحية تدعيني حق مؤتمر وتسفرني ومعرف إيش وهذا شي دائما ما راح أنساه مو لأن سامسونج قاعد تدفع لي فلوس عشان نروج حق منتجاتها الله يعلم أنه ولا مرة ذاشي بجيبي فلس واحد عشان نروج حق ولا منتج من منتجات سامسونج أو أنهما تصلوا فيني قالوا لي أحمد حاك هذي فلوس قل عن منتجنا شذي 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 أو أحمد حاك هذي فلوس قل عن منتج الشركة الفلانية أنه هو سيء والله يعلم أن هذا شيء عمره ما صار ولا راح يصير بس أنا أحب شركة سامسونج لأن أنا كتقنية عربي ما همشتني ما قالت لي ما راح أسفرك ولا لأن أنت عربي أنا ما راح أتعامل معاك ولا لأن نهائيا ما سوت هذا الموضوع خلتني أنا مع مجموعة من تقنيين العرب سفرونه ودونا مؤتمر وحسنت التجربة مرة وراء مرة قاموا يعطونا شغلة اسمها NDA قاموا يعطونا شغلة اسمها MOU وغيرها من الأمور اللي إلى الآن في شركات ثانية ما تعطينا إياها وتهمشنا إحنا كتقنيين عرب واحدة من هذه الشركات هي شركة وون بلس الحين وون بلس مع الوون بلس ايت وأخيرا أنا أصالي تشمسنا الحين بهذا المجال اشتغلت معاها بشكل مباشر وعطتني الميديا كيت حقي الوون بلس ايت اللي أراد سويت عنه فيديو هذا هو الميديا كيت هذا عندما تشتري تلفون طبعا اللي اشترى التلفون يدري أن الكتالوج مي معا أن الأكسسوارات هذه متي معا اللي معا هو الكرتونة هذه الحمرة اللي يكون داخلها التلفون هذا اللي أنت تشتري بس الميديا كيت حق الميديا نفسنا نحن بالسوشال ميديا أو يسووا مراجعات وتقييم حصلوا هذا الصندوق واستانست كان شرف لي لأن أنا أحب شركة وون بلس وأحب منتجاتها وأحب تلفوناتها فاستانست وايد لما وصلني هذا الصندوق علشان أنا أقدر أشتغل معاهم بشكل مباشر وسوي فيديو عن وون بلس 8 برو حسنت أنه واخيرا يانا الفرج ناتب المستقبل أن نحن نقدر نسافر مؤتمراتهم ومو معنات أن هذا الشيء ما يصير إلى الآن هذا الشيء ممكن يصير بس اللي صار مع الوون بلس نورد إنه ما فيه أحد بعالم العرب حصل التلفون غير تي كي الله يذكره بالخير و تي كي حصل التلفون مو لأنه هو طرق بيون حصل التلفون أنه هو تي كي بي فاهمنا أنا ما قاعد أقول أنا فكرت فيها قلت أنه أوكي التلفون ما وصلني معنى أنا توصلت معهم قلت لهم ممكن تتزولي وون بلس نورد قالوا لي التلفون ما رح يكون موجه حق عالم العربي قلت أوكي ماشي بس هم موجه حتى حق ولاية المتحدة التلفون نزل بوروبا والهند لو كانوا مطرشين حق بس أوروبيين أو حق هنود قلت أوكي منطقي بس أطرشونة حق ماركس براونلي صار له سابع ويا وحق أمبوكس تيرابي مو استنقاصا فيهم عندهم ملايين من المتابعين ما لهم شركة وون بلس أنها قاعد تشتغلوا ياهم بس مو معنات أنه نحن نهمش التقنيين للعرب فيصل السيف ليش ما حصل التلفون عمر دايزر يحيى رضوان صلاح حامد الشباب ما شاء الله عليهم عندهم مليون ومليونين وطالع رقمي تي في وغير من القنوات العربية اللي عندهم متابعين وايد كثار منهم بعد ما حصلوا التلفون وإذا عذرهم كان أنه هو موجه حق عالم العربي نفس الموضوع حتى حق تقنيين الأجانب اللي طرشتوا لهم وهو التلفون أصلا موجه لهم أتمنى أن هذا الشي يتغير للأمانة أتمنى أن الشركات تصير تشتغل معنا حال حال التقنيين الأجانب اللي قاعد يحصلون كل شيء أول بول وحصلون كل شيء قبل الناس وحصلون كل شيء للحين أكثر منه وأحسن منه الله يعلم مش كثر أنا مع فيصل وصلاح ولبسيمي وسلطان قاحطاني وغير من الشباب اللي اشتغلنا حيل علشان نقدر احنا نحصل احترام وتقدير من هذه الشركات اللي احنا نشتغل معاها اليوم اللي تطرش لنا منتجات بشكل مبتشر أو تعطينا منتجات وتعاملنا حالنا حال تقنيين الأجانب قاعد تكلم هنا عن شركة سامسونج قاعد تكلم عن شركة واوي قاعد تكلم عن شركة اتش تي سي قاعد تكلم عن شركة نوكيا قاعد تكلم عن شركة شاومي قاعد تكلم عن الشركات هذه كلها اللي قاعد تعاملنا بهذه الطريقة حتى شركة ريلمي اللي قامت الحين تهتم فينا نحن كتقنية عرب وكلهم لهم جزيل الشكر والتقدير والاحترام متى متى جوجل تهتم فينا متى وان بلس تهتم فينا بشكل أكبر متى هذا الشيء يصير عندنا الله أعلم لا تخلوني حتى أي طاري شركة أبل شركة أبل مؤخرا قامت تتودي ناس بس أنا فقدت الأمل لأنه أدرينا لنحن مثلا انبوكس تيرابيا ما يشتغل معاهم شركة مباشرة أبل اتهمش مو تقنيين العرب لا لا لأنا تشتغل مع تقنيين عرب وايدي كثار تشتغل مع كويتين وايدي كثار أبل اتهمش التقنيين اللي يتكلمون بأبل بشكل سلبي وانا اتكلم بأبل بشكل سلبي حلمي بليس بليان ان انا اشتغل مع أبل أدري هالشيء بس تضايكت ان انا شفت انه ما في ولا عربي سوى تغطية حق الوان بلس نورد لم ننزل الوان بلس نورد مع سماعات وان بلس هل هذا الشيء رح يخليني ان انا ما حب شركة وان بلس نهائيا لا الى الان هذا التليفون ممتاز وانصح فيه الوان بلس اي برو والوان بلس نورد تليفون هنبعد جدا جدا ممتاز هذا التليفون رح تكلم عنه لها الفيديو الوان بلس نورد من أفضل التليفونات اللي تم الإعلان عنها من زمن وايد بعيد لانه رح يبك مواصفات وايد ممتازة مقابل سعر جدا مقبول وخلى الناس اللي تحب وان بلس نفسي انا اتفكر ان هذا اللي رجعت حق وام بطلس اللي احنا كلنا نعرفه قبل نتيب لك مواصفات جدا عالية ومناسبة مقابل القيمة اللي انت قاعد تتفاعل حين رح ييكب معالج 765 معناه تيدعم لك 5G رح ييكب معالج 8 رام و 12 رام ما بين 128 و 256 رح ييبلك شاشة 6.4 بوصة رح تيكب تردد 90 هرت رح تكون اكيد امولاد و رح تيكب بصمة مدمجة بالشاشة بطارية 4155 مليا امبير و 30 واط من ناحية الشحن السريع وهذا شي رح يكون داخل العلبة الحين الكاميرا رح تشبه كاميرته وون بلس 8 انا عندي الوون بلس 8 بس لاحن ما حطيت كرتفي بس ما رح ييبلك نفس قوة الكاميرا اللي موجودة وون بلس 8 برو ما رح ييبلك مقامة مما يفعلية ما رح ييبلك شحن لاسلكي ما رح يبلك سماعة استيريو توقع بس واجه الامور رح تكون موجودة فان اشوف الوون بلس نورد اليوم ممكن يكون استثمار افضل بالنسبة لك من وون بلس 8 العادي بس اذا كنت بأفضل شيء من وون بلس الى الان اكيد وون بلس 8 برو رح يكون هو الافضل بس سعر هذا التليفون ممكن ما يناسب ناس كثيرة الف دولار بريك انت قاعد تحجه حق اعلى فئل من التليفون ما بين 12 و 256 رح تقدر تحصل نفس الكم فيجريشن بس على معالج سناف دراجون 765 بخمسمية يورو تغريبا حق الوون بلس نورد فانصح فيه وبشدة مع اني ما مسكت التليفون لان على الورق ومقارنة مع التليفونات وون بلس اللي جربتها اللي هي كلها تقريبا او مو تقريبا جربت كل تليفونات وون بلس معدل وون بلس 8 ان ان شاء الله رح مبلش انجربه قريب بناء على هذه التجربة اقدر انصح بالوون بلس نورد قبل حتى انا اجربه الان شاء الله رح اقدر احصل وون بلس نورد شوف نشتريه او نطلبه بس رأي بالتليفون انه عجبني مرة ثانية انا ما احتاج ان شركة تعطيني فلوس عشان اقول ان المنتج زين او ان شركة ثانية تعطيني فلوس عشان اقول ان المنتج مو زين وون بلس نورد تليفون ممتاز مقابل السعر ان انت راح تدفعه فيه شغلات نواقص نفس مقامة الماء الفعلية نفس حتى اليو افس اللي موجود عليه رح يكون من نوع 2.1 مقارنة بال3.0 الموجود على التليفونات الثانية بس كتجربة مستخدم هذا شيء مفروض ما يأثر بسببت اوكسجين وواسوب بسببت سلاسه مانة النظام التشغيل ككل احنا يا جماعة الخير المقدمة اللي انا قلتها من ناحية وون بلس تطبق على اي شركة ثانية مو قاعد تشتغل مع ناس من العالم العربي قاعد تكلم مع جوجل على سبيل المثال لالحين جوجل مو مهتمة بعالم العربي بيكسل ما ينزل عندنا ولو هو موجه بشكل رسمي عندنا الناس اللي قاعد تشتري بيكسل قاعد تدفع فلوس زيادة عشان تحصل نفس التليفون اللي الاجانب قاعد يحلصونا بقيمة افضل واحنا قاعد نحصلها بدون كفالة بدون وارانتي بدون اي شيء اللي قاعد يحصلونا مجانب هل هذا شيء عادل لا بس سياسة الشركة تشديد بس اللي اهم من هذا كله هو اللي شفناه مع شركة وون بلس واهتمامها شلون بالفان بيس مالها محبينها وجمهورها بالاخص شلون اشتغلت مع ماركس براملي هذا اللي انا قاعد تكلم عنه اللي يهمني بالمجال اللي انا فيه اني اشتغل مع الشركات بهذه الطريقة والحمد الله رب لك الحمد قدرت اشتغل مع نوكي بهذه الطريقة قدرت اشتغل مع سامسونج بهذه الطريقة وهذا الشي يحمسني ان انا اقدر اشتغل مع شركة قبل المنتج ينزل علشان واحد يقدر يعطي اراءه يعطي افكاره يعطي نوع من الانتقاد البناء حق الشركة علشان تقدر تحسن المنتج لها على امل تبيعه حق الناس كلها فهذا الشي انا يهمني علشان شدي حاب ان انا نبلش نقاش مثلا موجود تحت بخانة التعليقات شنو الخلل يا جماعة الخير هل احنا كتقنيين عرب ما نستحق هذا الشيء بغض النظر عن احمد بعركي والمتابعين اللي موجودين عندي قعد تكلم حتى عن الشباب اللي عندهم ملايين فهل الخلل فينا احنا كتقنيين عرب او هل خلل فيكم انتو كجمهور حق التقنيين العرب ان تطرقكم او تطلعاتكم جدا بسيطة تفاحم عفنة الدراما الاخضر لا لا اتغشمر اتغشمر بالعكس احسن جمهوره هو جمهور العربي قوة الشراء عندها عالية ومتطلع بشكل وايدي كبير وما يعجبها اي شيء هذا شيء جدا ممتاز ومفروض كل الشركات تطمح حق دينار اللي موجود بجيبك وتشوف شنو انت رايحك عشان تقدر توفر لك باحسن قيمة جد متابعين العرب انتو الافضل ولا ثالث شيء هلو خلل بالشركة انه هي قاعد تركز على بلدان ومناطق معينة وقاعد تتوسر وتشوف انه هي لو اصلا تتوفر بشكل رسمي الناس راح تكون مستعدة انه هي تدفع فلوسها وتشتري منتجاتها هذا كلام اكيد نفس شركة وان بلس نفس شركة جوجل وغيرا من الشركات اللي للأسف الى الان بعالم العربي احنا مهمشين يارد تكتبي رايك تحت دائما وابدا اقرأنا التعليقات حتى لو مارد عليكم كلكم ومهتم برايكم وبس شبهان على طال الوكسور سلامتكم تعيشون احمد وعركي ومالله الكريم اشتركوا في القناة